بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو هنتكلم عن كيفية معالجة الحالات الخاصة لمشكلة التخصيص الحالة الأولى إذا كان عدد المهام أقل من عدد الأفراد أو الألات في مشكلة التخصيص لابد يكون عدد المهام مساوي لعدد الأفراد أو عدد الألات طيب ماذا لو كان عدد المهام أقل من عدد الأفراد أو الألات فهذه الحالة يتم إضافة مهام وهمية بتكلفة صفر إذن طريقة المعالجة هي إضافة مهام وهمية بتكلفة صفر طيب إذا كان عدد الأفراد أو الألات هو الأقل من عدد المهام الفكرة أيضا هي إضافة أفراد أو آلات وهمية أيضا بتكلفة صفر الحالة رقم ثلاثة وجود تخصيصات غير مقبولة تخصيصات غير مقبولة معناها أن يوجد آلة معينة لا يمكن مثلا تخصيص أمر ليها أو فرد معين لا يستطيع إنجاز مهمة معينة في هذه الحالة نضع قيمة M حيث M ترمز إلى قيمة كبيرة جدا في خانة التكلفة الخاصة بهذه المهمة لهذه الآلة أو هذا الفرد الحالة الأخيرة إذا كانت دلة الهدف تتطلب تحقيق أقصى ربح ممكن المعتاد في حل مشكلة التخصيص أو في مشاكل التخصيص بشكل عام أن تكون دلة الهدف عبارة عن تدنيت التكلفة لكن يمكن استخدامها أيضا في حل مشكلات تحتوي على دلة هدف تمثل أقصى ربح ممكن في هذه الحالة تكون المصفوفة أو الجدول المعطى عبارة عن جدول العائد هذا الجدول للعائد الخطوة الأولى للحل بتكون تحويل هذا الجدول إلى جدول الفرص الضائعة جدول الفرص الضائعة يتم إيجاده باختيار أكبر قيمة في كل عمود وترح قيم هذا العمود من هذه القيمة مثال قررت مؤسسة العسائي فتح فرع جديد لها في شمال جدة يتكون الفرع من أربعة أدوار وأمام مدير الفرع خمسة أقسام واضح هنا أن عدد الأدوار أقل من عدد الأقسام يرغب المدير في تحديد مواقعها بحيث يحقق أعلى ربح ممكن إذن الموجود أمامنا حالتين عدد الأدوار أقل من عدد الأقسام إذن معالجة هذه الحالة هيكون بإضافة دور خامس وهو دور وهمي بتكلفة صفر ثم تحويل هذا الجدول إلى جدول الفرص الضائعة جدول الفرص الضائعة هيكون بهذا الشكل جدول الفرص الضائعة كلها بيتم طرح قيم العمود من أكبر قيمة إذن العمود الأول نبحث عن أكبر قيمة 27 نطرح قيم العمود منها نطرح 20 من 27 سبعة 25 من 27 اتنين 27 نقص 27 سفر 24 من 27 يعني 27 نقص 24 تلاتة وهنا أيضا تلاتة العمود الثاني نفس الطريقة أكبر قيمة عندي 28 نطرح باقي القيم منها 28 و 16 12 0 8 6 2 هنا أكبر قيمة 23 نطرح 22 من 23 في 1 15 من 23 8 0 0 16 من 23 7 هنا أكبر قيمة ستكون 26 إذن نطرح 18 من 26 8 21 من 26 5 وهنا 0 وهنا 6 وهنا 4 نحصل على جدول الفرص الضائعة بهذا الشكل الخطوات المتبقية هي نفس الخطوات هي عملية التخصيص أخصص الصفوف والأعمدة إذن الصف الأول يحتوي على صفر واحد فقط هو هذا الصفر أخصصه واحزف العمود الصف الثاني يحتوي أيضا على صفر واحد فقط أخصصه واحزف العمود الصف الثالث يحتوي على أكتر من صفر إذن أذهب للصف اللي بعده الصف اللي بعده يحتوي على صفر واحد أخصصه واحزف هذا العمود الصف الأخير لا يحتوي على أصفر نفس الشيء أمر على الأعمدة التي تحتوي على صفر واحد فقط هذا العمود يحتوي على صفر واحد فقط أخصصه وأحذف الصفر لهذا الصفر العمود الأخير لا يحتوي على أصفر قلنا قبل كده الحل الأمثل بيكون هو الحل الذي به عدد الخطوط مساوي لعدد الصفوف أو الأعمدة هنا عدد الخطوط واحد اثنين تلاتة أربعة إذن هذا ليس هو الحل الأمثل طيب كيفية إيجاد الحل الأمثل نبحث في القيم المتبقية خارج التي لم يتم حزفها خارج الجدول وهي هذه القيم ابحث عن أصغر قيمة فيهم أصغر قيمة فيهم طبعا هي اثنين واترح هذه القيمة من جميع الأعداد المتبقية هذه القيمة اطرحها من جميع الأعداد المتبقية يعني اطرح سبعة ناقس اثنين فهنا هتكون خمسة وهنا اثنين ناقس اثنين صفر وهنا تلاتة ناقس اثنين واحد واحد وهنا ستة تلاتة أربعة اثنين واجمع نفس القيمة عند تقاطع الخطوط تقاطع الخطوط يعني هنا أجمع هنا تنين يبقى هنا أصبحت عشرة واجمع هنا اثنين أصبحت اثنين واجمع هنا اثنين أصبحت اثنين وعيد عملية التخصيص مرة أخرى إذن الجدول أصبح بهذا الشكل يتم عملية التخصيص مرة أخرى هنا عملية التخصيص هنمر عليها بنفس الطريقة على الصفوف ثم الأعمدة نحصل على أربع خطوط أيضا هذا الحل ليس هو الحل الأمثل ابحث في العداد المتبقية عن أصغر عدد وهو الواحد واترحه من جميع القيم ووضيفه عند التقاطع فاطرح من هنا واحد واطرح من هنا واحد واطرح من هنا واحد وهنا 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 يتم ترح القيمة واحد من جميع القيم وإضافتها عند التقاطع أضفها هنا أصبحت ثلاثة واضفها هنا أصبحت ثلاثة واضفها هنا أصبحت واحد واضفها هنا أصبحت تسعة وعيد عملية التخصيص مرة أخرى بيتم هذه العملية مرارا وتكرارا إلى أن أصل أن يكون عدد الخطوط خمسة اللي هو نفسه عدد الصفوف أو الأعمدة فعلا هنا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة إذن بالفعل وصلنا إلى الحل الأمثل كيفية قراءة هذا الحل؟ الدور الأول سيتم تخصيصه إلى قسم الملابس الرياضية الدور الثاني سيتم تخصيصه إلى ملابس الأطفال الأطفال الدور الثالث سيتم تخصيصه إلى المرأة الموظفة الدور الرابع ملابس صهرة والدور الوهمي للأحزية أي أن قسم الأحزية لن يكون موجود في هذا المركز للتسوق العائد الإجمالي حيكون 101 وحد